بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الثقافة الإسلامية عن تعريفها ومفهومها وعن أهمية تدريسها ومصادرها وأبرز الموضوعات التي سنتناولها بالدراسة في هذا المقرر وذكرت أن أول موضوع سنتكلم عنه هو التعريف بالمجتمع الإسلامي وذلك كتمهيد وتوطئة لما سيأتي بعده من موضوعات لأن المجتمع الإسلامي هو محور حديثنا في هذا المقرر وسأتحدث إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء عن هذا الموضوع وذلك في نقاط مختصرة أولها تعريف لفظة المجتمع في لغة العرب ثم المقصود بالمجتمع الإنساني بصفة عامة وبعد ذلك نتعرف معا على المراد بالمجتمع الإسلامي وأخيرا أذكر بعض الألفاظ ذات الصلة بلفظة المجتمع فأقول مستعينا بالله تعالى لفظة المجتمع في لغة العرب مشتقة من مادة جمع وجمع الشيء ضم أجزاءه وجمع الأشياء المتفرقة ضمها إلى بعضها واجتمع الإنسان بغيره إن ضم إليه وتجمع القوم اجتمعوا منها هنا وهاهنا وضد الجمع التفريق والإفراد ولفظ مجتمع كمصطلح يدل على الانتماء إلى فكر معين أو إقليم معين أو جنس معين أو تخصص معين فيقال مثلا مجتمع إسلامي ومجتمع عربي ومجتمع سعودي ومجتمع طبي وهكذا ولأن لفظ المجتمع لفظ حادث في العصور المتأخرة فقد اختلف في تحديد مفهوم له إلا أنه يمكن تعريف المجتمع الإنساني بصفة عامة بأنه عبارة عن مجموعة من الأفراد جمعت بينهم بقعة جغرافية وروابط اجتماعية وأهداف مشتركة وعادات وتقاليد ونظام اجتماعي وهذا المجتمع كلما ازداد وأنشأت له المؤسسات الدينية والتربوية والصحية والاقتصادية وغيرها سعى أفراده لاختيار سلطة تحكمه فيصبح دولة ويتوسع وتزداد منشآته والسلطة الحاكمة هي الفرق بين الكيانين أعني بين المجتمع وبين الدولة وهذا عند من يرى التفريق بينهما أما تعريف المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص فإننا إذا تأملنا في التعريف السابق للمجتمع الإنساني فإنا لا نجده يصلح للدلالة عليه نعم للمجتمع الإسلامي نفس العناصر الأساسية التي يتكون منها أي مجتمع إنساني وهي الإنسان والأرض والروابط الاجتماعية والأهداف المشتركة وغيرها لكن المجتمع الإسلامي له سمات بارزة وأهداف محددة ونظام متفرد ويتميز بأن العقيدة الإسلامية هي الرابط الرئيس فيه والشريعة الإسلامية هي الحاكمة لسلوك أفراده وتصرفاتهم وليس للعادات والتقاليد واللغة واللون والجنس دخل في تكوينه بل إنه يقبل كل إنسان آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبناء على هذا يمكن أن نعرف المجتمع الإسلامي بأنه خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون تجمعهم رابطة الإسلام وتدار أمورهم في ضوء تشريعات وأحكام إسلامية ويرعى شؤونهم ولا تأمر منهم ثالثا بعض الألفاظ ذات الصلة بلفظة المجتمع ومنها الجماعة وهي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر كالقرابة أو الجنس والأمة وهي عبارة عن جماعات من الناس يجمعهم أمر ما إما دين أو زمان أو مكان وهذا تعريف للفظ الأمة بإطلاقه العام أما الأمة الإسلامية فيراد بها جماعات من الناس تجمعهم عقيدة الإسلام بغض النظر عن أي اعتبار آخر قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وبهذا يكون مصطلح الأمة الإسلامية أعم وأشمل من مصطلح المجتمع الإسلامي وأختم هذا اللقاء وأقول إن الشريعة الإسلامية تهتم بتنظيم التجمعات الإسلامية كبرت أم صغرت دون اعتبار للعدد أو الجنس أو اللون أو المكان أو اللغة أو غير ذلك فالجامع الأول والأخير هو الانتماء للدين الإسلامي لا غير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر